تعالوا بقى نروح يا حضراته لتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفروعه المختلفة واكيد فرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة مريم سميح مريم موجودة حاليا في مقار النادي الاهلي بالجزيرة يا صباح الخيرات عليك يا مريم اتفضل احنا سمعينك صبح عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواند وقولك الف سلامة يا كريم طبعا ان شاء الله ربنا يعافيك فقارة بوقت وصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الاهلي بالجزيرة طبعا يعني هيكون معنا فيها كل الاخبار المتعلقة بالنادي الاهلي سواء طبعا اخبار الفريه الاول لقرة القدم او ايضا الرياضات الاخرى خلينا بقى نبدأ باقي الفريه الاول لقرة القدم اليوم التاني على التوالي بستقنف تدريباته في الفترة الصباحية الحقيقة ده طبعا استعدادا لمباراة المصري في الجولة التلاتاشر من بطولة الدوري المصري طبعا اللي هتقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السبع مساء على ستاة بورج العرب بالاسكندرية الحقيقة النهاردة الميران يعني كانت تجمع في تمام الساعة التساعة صباحا وكمان بدأ الميران في تمام الساعة العشرة صباحا والحقيقة انه هو لسه مستمر حتى هذه اللحظات يعني ومن مقرر انه هو يعني ينتهي خلال الساعات القليلة المقبلة طبعا يعني خلينا نتكلم عن الميران الحقيقة النهاردة كان فيه محاضرة لمستر مارسيل كولر لقبل بدء الميران كان بيتكلم فيها مع كل اللاعبين طبعا في الفريق بيعني الامور الفنية والخططية الخاصة بمباراة بعد غد امام المصري وطبعا يعني يتكلم معاهم على كل نقاط القوة والضعف طبعا للفريق المنافس وطبعا اللي هيقابله النادي الاهلي بعد غد الخميس كمان يعني يمكن عندنا بعض الاصابات الحقيقة اللي الحمد لله يعني تم شفاقهم وعادوا مرة اخرى للانضمام للتدريبات الجمعية واولهم طبعا اللاعب برستاو لعب وسط طبعا يعني الفريق الحقيقة انه هو عاد مرة اخرى للانضمام للتدريبات الجمعية ده طبعا بعد تعفيق من اصابة في العضلة الخلفية والحقيقة انه هو ده تاني يوم ليه على التولي انه هو يستقنف التدريبات او ينضم بشكل يعني منتظم مع المران الجماعي الحقيقة طبعا كمان مبارح كان ليه تدريبات منفردة في الجم ايضا طاهر محمد طاهر الحقيقة انه هو رجع برضو مرة اخرى للانتظام في التدريبات الجماعية والحقيقة انه هو بيشارك النهاردة بصورة طبيعية جدا مع كل لعبي الفريق في المران الجماعي والحقيقة يعني انه هو ممكن يكون جاهز خلال الفترة المقبلة علشان يشارك في المباريات المقبلة اما بالنسبة لمشاركة برسيتاو طاهر محمد طاهر في المبارات طبعا المصري ده هيكون مطروك للجهاز الفني ورؤيتهم طبعا في قدرتهم على المشاركة من عدمها طبعا عايزين يقول ان طاهر محمد طاهر الحقيقة انه هو عاد بعد اصابته خلال الفترة الماضية بعدما كان طبعا بيشتكي فيه جزع فيه الرباط الداخلي للركبة ايضا حقيقة يعني ان كريم فؤاد طبعا بعد الاعلان عن صابته بالرباط الصليب الحقيقة انه هو في انتظار التأشيرة علشان يسافر خلال الفترة الجاية طبعا للنمسا علشان اجراء جراحة الرباط الصليب طبعا بنتمنى له الشفاء وانه هو يعود مرة اخرى طبعا يعني كريم فؤاد لما ينضم مرة اخرى او يعود مرة اخرى القاهرة طبعا هيكون بينضم للعلاج الطبيعي في فترة التأهيل بجانب طبعا اكرم توفيق ومصطفى شبره حقيقة ان احنا بنتمنى لهم التلاتة او الثلاثي يعني التوفيق ان شاء الله في فترة العلاج الطبيعي والتأهيل ان هم يعودوا مرة اخرى لصفوف الفريق بشكل طبيعي اخيرا بقى بالنسبة طبعا يعني المران طبعا الحقيقة ان مبارح كان اول ظهور لمحمد الضوي كريستو وخلد عبد الفتاح ثنائي طبعا النادي الاهلي الجديد واللي انضم للفريق خلال الفترات او خلال الساعات القليلة الماضي الحقيقة ان كان فيه ترحيب خاص بيهم طبعا من قبل بقية لعبي الفريق ده طبعا طبعا يعني اكيد بيرحبوا بيهم بطريقة خاصة لأي لعيب جديد بينضم للفريق ده طبعا فيما يخص كل الامور المتعلقة بالفريق الاول لقرة القدم خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين والحقيقة يعني قطاع الناشئين لقرة القدم محقق نتائج كبيرة جدا خلال الفترة الماضية ولكن مبارح طبعا الاهلي 2003 فريق الاهلي 2003 لقرة القدم حقق ثنائية امام مصر المقصة ثنائية دون رد طبعا فيه الجولة الستاشر من بطولة الجمهورية وعلى الرغم من ان المباراة كانت بتقام يعني خارج ملعب مدينة ناصر بالنيدي الاهلي كانت بتقام بالمدينة الرياضية بالفيوم الا ان النادي الاهلي او اهلي 2003 استطاع ان يقتنس يعني صنائية دون رد على مصر المقصة كده او اهلي 2003 بهذه النتيجة بيكون رفع طبعا رصيده ل32 نقطة بعد طبعا الفوس في تسع مباريات والتعادل فيه خمس مباريات والخسارة فيه مبارتين فقط ننتقل بقى يعني لكل الاخبار المتعلقة بالالعاب الاخرى والحقيقة ان بدايتنا النهاردة مع رجال سلة الاهلي انبارح لحقيقة قدروا ان هم يفوزوا على سموحة بنتيجة 81-59 في المباراة التي اقيمت على صالة الامير عبدالله الفصل وطبعا اكيد كلنا شاهدناها كانت بتضايع على شاشة قناة النادي الاهلي الحقيقة ده طبعا فيه منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين الحقيقة ان المباراة المقبلة هتكون امام نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الزمالك طبعا من اتمنالهم كل التوفيق وانه هم يعني زي ما هم ماشيين الحقيقة بشكل يعني ممتاز جدا خلال الفترة الماضية وحقيقين نتائج كلها ايجابية ان شاء الله كمان على الرغم من ان المباراة اللي جاية يوم الجمعة هتقام على ملعب نادي الزمالك ولكن ان شاء الله يعني رجال سلة الاهلي هيكونوا قدها وان شاء الله يقتنسوا الفوز ايضا من نادي الزمالك ننتقل بقى لسيدات سلة الاهلي والحقيقة ان يعني بعد الفوز التاريخي اللي هم حققوه طبعا اول امس الاحد زي ما احنا كلنا تابعنا ايضا على شاش قناة النادي الاهلي في المباراة التي اذيعت يعني امام نادي الزمالك والحقيقة ان هي مباراة تاريخية لان سيدات سلة الاهلي قدروا ان هم يعني حققوا سكور كبير جدا بنتيجة 122-52 يعني فرق 70 بوينت الحقيقة ان هما ما كانش عندهم وقت يعني الحقيقة ان بعد هذه المباراة ان هما يعني حصلوا على راحة يوم واحد فقط وهو كان امس طبعا الاثنين والحقيقة ان النهاردة ان هما هيستقنفوا مبارايتهم النهاردة المباراة يعني سيدات سلة الاهلي هيكون امام البنك الاهلي ده طبعا في اطار مبارايت دوري سوبر ايضا في يعني لسيدات سلة الاهلي طبعا من اتمنى لسيدات سلة الاهلي كل التوفيق ان شاء الله ننتقل بقى يعني لرجال طائرة الاهلي الحقيقة النهاردة عندهم مباراة هامة جدا الحقيقة فيه ختام الدورة التانية من بطولة الدوري امام نادي الزمالك هتقام فيه تمام الساعة الثمانة مساء وهتكون هنا على صالة الامير عبدالله الفيصل الحقيقة يعني ان هي ايضا هتكون مذاع على شاش قناة النادي الاهلي وهيسبقها طبعا السوديو تحليلي فيه تمام الساعة السبع مساء الحقيقة ان كان الميران الاخير مبارح يمكن هو مش الاخير لان احنا النهاردة يمكن واحنا موجودين يعني متوجدين منذ الصباح البكر الحقيقة ان رجال طائرة الاهلي متوجدين يعني منذ الصباح البكر على الرغم من المباراة فيه تمام الساعة الثمانة مساء ولكن هم موجودين من النهاردة الصفح طبعا علشان يستقنفوا تدريباتهم الحقيقة ان كمان كان فيه ميران امس بعد انتهاء طبعا يعني مباراة الاهلي وسموحة لكرة السلة كان فيه ميران طبعا بعد هذه المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل ده طبعا استعدادا لمباراة الزمالك النهاردة اللي هتقام إن شاء الله على نفس الصالة اللي أقيم عليها الميران ويقام حاليا عليها برضو أيضا الميران لأن الحقيقة يعني نادي الزمالك أكيد خصم قوي بالنسبة لرجال طائرة الأهلي والحقيقة يعني أنه أكيد هيكون عايزين أن احنا نكسبهم أيضا زي ما برضو فوزنا عليهم في أرضهم خلال الفترة الماضية سيدات طائرة الأهلي بقى يعني عندهم مباراة نصف نهائي بطولة كأس السوبر يوم الجمعة ده طبعا أمام وادي دجلة ده طبعا بعد ما فازه خلال الفترة المضاية على سبورتينج وقبلها على الصيد الحياة أن نتجتهم أمام نادي سبورتينج كانت بنتيجة 3-2 وأمام نادي الصيد كانت بنتيجة 3-0 أخيرا بقى يعني مع سيدات كرة اليد الحياة عندهم مباراة اليوم أمام الظهور ضمن منافسات بطولة منطقة القايرة الحياة أن هي مباراة هامة أيضا يعني في هذه الدورة والحياة يعني أن مبارح كان مران ليهم أيضا على صالة الأمير عبدالله الفيصل سيدات ياد الأهلي والحياة يعني أن كان في المران أو عايزين نتكلم أن خلال برضو الساعات القليلة الماضية الحياة أن وصلت المحترفة السنغالية دونجو كامارا ده طبعا خلال الفترة الماضية ده طبعا عشان تنضم لصفوف الفريق وعلشان تنتظم معاهم بشكل يعني دوري خلال الفترة اللي جاية سواء في يعني التدريبات أو كمان في المباراة المقبلة يمكن كمان كان ليهم احتفال خاص يعني سيدات ياد الأهلي بضونجو كامارا الحياة أن مبارح كان عيد ميلادها وقبل انطلاق المران الحياة أن هم احتفلوا بوصلها وأيضا بعيد ميلادها يعني يعني مناسبتين في مناسبة واحدة الحياة أن كان الاحتفال مبارح بيها كبير جدا طبعا دي كانت كل الأخبار الخاصة باقي النادي الأهلي النهاردة طبعا في عشرة صبح في الأهلي سواء الأخبار المتعلقة باقي الفريق الأول لقرة القدم وأيضا يعني قطاع الناشئين اللي بيحقق زي ما أنا قلت يعني النتائج هيلة جدا خلال الفترة الماضية وان شاء الله يستقنف هذه النتائج وان شاء الله كمان يعني النادي الأهلي زي ما احنا عارفين أنه هو بيتصدر طبعا جدول ترتيب ب30 نقطة حياة ان شاء الله بنتمنى له أنه هو أمام المصر يقتنص ثلاث نقاط جديدة ان شاء الله علشان يعني يستقنف صدرته ليه جدول ترتيب وأيضا طبعا كانت جولتنا في الأخبار الخاصة باقي الألعاب الأخرى من داخل النادي الأهلي من بقك لباب السامة يا ماري ان شاء الله ده يحصل كل اللي انت توقعتي ده ان شاء الله هيحصل وبي حزفير ومنشكرك على هذه التغطية المتميزة شكرا عيدا غزيل الشكر كانت معنا زميرة العزيزة مريم سميح عشرين ده طبعا